يملكو اطناع عشر خليفة لحظة خنشوف شيخ مونير اطي دور الشيخ مونير اطو دور يستاهل اخفارس عرجوك اخفارس اخفارس عرجوك تسمعني ارجوك لو تسمع لي بهذه المداخلة عرجوك ربا اه ما يتم المساوي لانتال عام ذكرت حديث عن عائمة من بعده اطناع عشر كاعدتين القباء بني اسرائيل اتمنى لو تقرأ هذا الاسناد على المتابعين والمشاهدين بالاسناد وتذكر المصدر ان شاء الله فقط هذا الاسناد فقط ذكرت الاسناد وقرأت امامه لا 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 فقرأت عالف اسناد ما استطع واحدا يذكره لا قرأت الاسناد لا تتكل لحظة واحد يتكلم واحد الشيخ مونير انت تريد ان تقول تقول انه كعدة نقباء بني اسرائيل ضعيف ما في صحة حول لا لا ما قلت لان لا ضعيف ولا صحيح ولا حسن شو نقل الآن السؤال واضح عام المشاهدين لا لا مواضح اشتر علينا ميتم المساوي هذا الحديث هذا الاسناد اسبر الاسرائيل ضعيف من روى هذا الحديث ويذكر لنا الاسناد في نفسه واضح وما وجه النقض في هذا الامر تريد ان تنقض انهم ليسوا 12 سجلوا يا ناس دونوا طيب تريد ان تنقض تريد ان تنقض انهم 12 ولا ايش وجه النقض لماذا تطالب لا يهمنا السؤال واضح للمساهدين لا لا ما واضح ما واضح شيخ مونير المساوي ان يذكر لنا وللمتابعين حديث الاعمة من بعدين ثم ماذا لا يا شيخ مونير شيخ مونير خلي حوارنا يكون هادي ارجوك انت الان بس اسمح لي اسمح لي ما يصلي على محمد صلي على محمد اسمح اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اسمح انت الان عندما تطالبه تطالبه استنكارا نقضا له يعني انت تنكر ان الخلفاء اثناء عشر كعدة نقبة بني اسرائيل ولا عندك مشكلة ولا ايش ايش النقض يعني فضل وعد لامي انت عربي ام فارسي والله قبيلة بني لام عرب ولا فرس لا عرب عرب لعد ليش تسألني اه خلاص لحظة 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 لا لا اخ فارس لحظة انت مو قلت تترك شيخك يتكلم يا اخ مونير انت الان بهذا الان بدأت تغمز تريد عاملك بنفس الاسلوب الان انت عربي ولا فارسي كلامي عربي واضح انت الان تركت كل الحوار تقول للاخ ميثم الموسوي اقرأ انت الواضح من كلامك تريد ان تنكر على الرجل بمعنى يا ميثم الموسوي هذا الحديث ضعيف هب انه ضعيف هب انه لا يملك اسنادا ثم ماذا ما وجه النقض هذا الذي ذكرته اتفضل اذا كنت عربيا انا ساطرح السؤال للمرة الاخيرة والمستمعون يتابعون ويسمعون نطلب من ميثم الموسوي ان يقرأ علينا حديث الائمة من بعد اثنى عشر كعدة نقباء بني اسراح شو السبب تطلب هذا الشيء ممكن تتفضل ما هو السبب ما هو السبب خلاص خلاص انتهى السؤال لن اعيده الان طيب اترك اعطي اللاقة ليه خلاق اه تفضل الفجينة هذا الاسناد اتفضل اتفضل هذا الاسناد اتفضل هذا الاسناد طيب هذا فيه لحظة المسدر 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 خليش ايه اسمع اسمع على الطاب على الطاب هذا فيه تحاف الخيار المهرب زوائد المسانيدي عشرة فيه الخامس الصفحة نمتعش الى تساطعاش لا تقاطع طبعة دار الرطن? بيقول رواه اسحاق براهوين. وابو بكر بن ابي شيبة. ورض charts. اسحاق بنراهوين. وابو بكر بن ابي شيبة. طال حدثنا ابو سامة. حدثنا المجالد. عن الشعبي عن النصريق. قال جان رجل الى عبدالله. اسمع. لا اسمع اسمع. عن المجالد. عن الشعبي عن النصريق. قالت جاء رجل الى عبدالله بن مسعود فقال هل حتى تكون نبيكم? كم يملكوا امر هذه الامة من خليفة? الى ان يقول. وحدثنا جريب. سند اخر. حدثنا اشعط واشعط بن سوار. عن الشعبي. عن عمي طيس. بن عبد. طال جاء عربي. الى عبدالله ابن سعود. فذكره. لا تقاطع. لا تقاطع. لا تقاطع. خلق رأيك الاساني. لا تقاطع يا الاسناد هو رواية اسحاق بن راهيه. رواية اسحاق بن راهيه. هو ابو بكر بن ادي شيبة. عن ابو وسانة. عن البجالد. عن الشعبي. عن مسرود. والسند الثاني. جرير. عن اشعط. بن سوار. عن الشعبي. عن عمي قيس بن عبد. عن ابن مسعود. اتفضل يا رشي مشكالك. خلص? يلا. ايه وين مشكالك? هلين سندين? اتفضل. اه خلص. اقرأ على المستمعين. ترجمت مجالي. طيب. طيب. لحظة لحظة. اه. يقول ابن حجر في فتح الباري. يقول ابن حجر في فتح الباري. بعد ان ذكر هذا الحديث. حديث اله. يشرح حديث الاثنى عشر. يقول الاتي. اسمعوا يا اخوان. لا تحاول تدل زيادة يا وعد الله. لا اه. لا نتكلم عن الحديث. لا نتكلم عن الحديث الاثنى عشر. اعرف. اعرف. نتكلم خصيا عن الأيمة من بعدي 12 كعدة بني إسرائيل هذا الحديث نتكلم ممكن تهدئ أنا أعرف لا لا ما تحاول تضيع الوقت دلس على المستمعين أننا نسحك عن هذا الحديث الحديث الذي أذى عنه هو حديث الأيمة من بعدي 12 كعدة بني إسرائيل هو أنا تكلم عن هذا أهدئ أنا تكلم عن نقابة بني إسرائيل بس أهدئ ولا تنضغط أرجوك وكن هادئا أتمنى حاجة إذا كنت تريد مني عن عادة تتكلم في الموضوع واضح واضح طيب الآن أرجوك أنه ما تقاطع إذا قاطعت خفضت صوتك تفهمه لا تقاطع لا تقاطع شوفوا أخواني أتكلم ويقاطع لماذا يريد أن يشوش هو غايته الآن يريد أن يشتهر يريد أن يقطع يريد أن يفسد الموضوع هو ذكر نقباء بني إسرائيل وأنا الآن أقرأ في هذا الموضوع هو لم يسمعني الآن ويقاطع زين لكن أنا أقول ابن حجر لما يشرح هذا الأمر جاء بهذا الحديث فأريد أن أقرأ ابن حجر كيف وظف هذا الحديث فقط في حديث نقباء بني إسرائيل يقول قوله كلهم يجتمع عليه الناس عليه الناس فإن في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق فلا يصح أن يكون المراد ويؤيد ما وقع عند أبي داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن من حديث ابن مسعود بسند حسن أنه سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة فقال سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اثنى عشر كعدة نقباء بني إسرائيل هنا ابن حجر يحسن هذا الحديث وذكره بسند حسن الآن ذكرنا لك الآن اجدخل الآن هذا الموضوع تريد أن تنقض أنهم عدد اثنى عشر تريد أن تشوش على الموضوع ما هو وجهه نقضك على السيد ميثم وبن حجر يحسن هذا الحديث تفضل خلاص للمرة الأخيرة يا وعد اللامي نطلب منك أو من ميتم المسوي أو أي أحد الذي ينوب عنكم أن يقرأ على المستمعين ترجمة مجال ما نقرأ لا 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 ما نقرأ نكتفي بقول ابن حجر بسند حسن تفضل شفت بالورطة الآن لحظة لحظة بس لحظة سيت سيت بس لحظة 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 إنت تقوى على قراءة الرواة يعني تريد الآن نتظارة براوي براوي إذا مجاهد قالوا فيه بل اسبر اسبر إذا رجل اسمع الآن أمام الجميع لاحظ ماذا سيفعل بك الآن أمام الجميع إذا رجل قدح فيه وقالوا فيه ضعف هل يضعف الحديث بالعموم إذن فرد به ولم يتابع وإذن فرد أمام الجميع إذن فرد أنا أقول إذن فرد ولم يتابع أصبر إذن فرد ولم يتابع لم يرتقي إلى مستوى الحسن بكثرة الطرق ممكن أن يرتقي بالحديث إلى مستوى الحسن وهذا مو كلامي هذا أنا أقول إذن فرد هل يعتبر هذا ضعف في الحديث فضل تعرف معنى الحديث الحسن أو ما تعرفه تريد تهرب أنا ودرسك الآن أنا درسك لا والله أنا رقبتك أنا رقبت كل مرجع أنا نتابع عليك لا 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 إلا الله شوف أساء أخوان أنا قلت أدرسه هو يقول رقبتك ورقبت كل مرجع أنا ما أعرف أنت في أي بيئة ربيت أنا فقط حقيقة يا شيخ منير يا مكرم يا أيها السنة هذا الرجل الآن في أي بيئة ربا أنا قلت له أدرسك هذا ما فيه إساءة هو يقول أدوس على رأسك ورأس المرجع ليش يسيء ويسيء للمرجع هو يسألني عن الحديث الحسن ووالله الآن أمام الجميع أنا أضع الكتاب على عيني وأنا ما أعرفه أضع الكتاب على عيني وأقول يسألني في علم الجرح والتعديل أضع الكتاب على عيني أتحدى أمامكم على الشاشة وبث مباشر وأنا سأقرأ له رواة من البخاري ضعفوا وانفردوا بالحديث ولم يتابعوا وهم في البخاري لكنه يعلم هذا فهرب هل تعرف الحسن وبعد شوية الحسن لغيره وبعد شوية الحسن يعرف الحديث الحسن اللي هو الراوي خفيف الضبط أعرف الحديث الصحيح ما اتصل سنده من منتهى من بدايتي إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة وأعرف أيضا هذه زيادة من الشذوذ والعلة والله أنا أستطيع الآن أن أدرسك أنه أتحداك أمام الجميع شوف أخواني أمام الجميع إذا اتفقتم على تعريف الحديث الصحيح سوف أغلق القناة وإذا اتفقتم على تعريف الحديث الحسن سوف أغلق القناة نبدي من الصحيح إذا عندكم اتفاق بتعريف الحديث يا رجل تو ما عندكم شي في هذا الأمر أنت تريد أن تسيء حتى عاملك بساة والله يا أستاذ مونير لو بقيت سنة كاملة تضغط على البرنامج لن يخرج عن حدود الأدب فتلتزم الأدب مرحب بك لا تلتزم الأدب اذهب إلى البيئة التي تربيت فيها أنت لأنه إحنا ما أسئنا لك نعاملك بكل احترام الآن أنا سأحصرك الآن سؤالي عرف للحديث الصحيح وهل اتفقتم على تعريف الحديث الصحيح بمعنى حتى أغششك بمعنى هذا وأشوف أنا سأغمض عيني بمعنى من غير شذوذ ولا علة هذا القيد هل كان موجود قبل الترمذي أتحداك أمام الجميع تمتقول أنا عالم بالحديث أتحداك أن تعرف التعريف الصحيح وتقول اتفقنا عليه انظروا سأعطيه الصوت إخواني انظرك سوف يهرب من هذا الموضوع تفضل الآن رفعت من صوتي بعدما خفضته رفعت صوتي يا وعد اللامي الآن وعد اللامي ما يسمعني وعد اللامي رفعت صوتي وعد اللامي وعد اللامي رفعت صوتي وما رفعته تفضل رفعت صوتي تفضل الآن نتحداك أمام المتابعين أن تقرأ عليهم ترجمة مجالي أنت وانت الموسف هرب شوف أخواني هرب من الموت ومتحدان في علم الحديث تحدان في علم الحديث والله أمام الكاميرا سأغمض عيني وانا أخشك في علم الحديث أمام الجميع لا وأول شيء الحديث الصحيح ورب الكعبة والذي رفع السماء بغير عم لو أنت ومشايخك واستعنتم بجن وكان بعضكم لبعض ظاهرة لا تستطيع أن تأتي بتعريف واحد اتفقتم عليه في الحديث الصحيح كذبني ولو بشقي تمر الآن ادمغني أنا أقبل ادمغني وقول هذا الحديث نحن عرفناه وأنا سأنقض عليك وأنا مغمض العينين شو رأيك فضل عرف الحديث الصحيح لن تهرب من هذا الموضوع أنا أول من طرحت سؤالي أنا كان موضوعنا حول حديث إذن مرة أخرى اسمع مرة أخرى تلتزم بالحوار شفت أخواني يقول لي أنا هرب من هذا الموضوع لا تقول أنا متخصص وأنا أفهم في علم الحديث وأفهم في كذا أنت قلت ترجم لي هذا إيش إحنا جالسين نشتغل عندك ترجم لي مجاهد إيش تريد الآن ابن حجر قال بسند حسن تهي الموضوع تهي الموضوع ترجمت مجاهد حب أنهم قالوا في مجالد هذا الكلام وقال هذا في مجالد هذا الكلام إيش في البخاري قالوا هذا الكلام أساسا يا ابن الحلال أنت تفهم ولا ما تفهم مسلم في صحيحي في مقدمته هو اعترف أنه في كتابي الصحيح في كتابي الصحيح أنه ممكن أن يكون هناك أناس متكلم فيهم وإيش الكلام وإذا رجعت إلى تقريب التهذيب لابن حجر سوف يبين لك مراتب التعديل ومراتب الجرح ما كلهم يكونون في درجة واحدة في التعديل قد يقدح إنسان مثل أو قد يوثق إنسان مثل توثيقات ابن حبان يوثق رجل لكنهم ما يعتدون بتوثيقاته وقد يصحح إنسان حديث ولا يعتدون بتصحيحات حديثي أنت هذا مو فنك لا تتكلم به الآن راح أخوانا راح عطقة من مسألة علم الحديث سيسألوا إلى موضوع الحلقة تفضل عدد لي من هم الأئمة الاثنى عشر تفضل تفضل يا وعد لا بيذكر لنا ترجمة مجالد الذي سألتك عنه وسألت ميتم في حديث الأئمة من بعد اثنى عشرك عدة نقابة بني إسرائيل اقرأ على المستمعين ترجمة مجالد واضح الحجينة العزيز الحجينة العزيز نعم نعم سيك طيب هو قال أنه مجالد يأخذ بحديثه إلى تولي شيخص آخر وانا يعني الرجل هو بحلي بإذن قيم ما يسمع أنا ذكرت المتابعة ولكن هو غلّس كما يقولون قلت المتابع لحديثه قال حدثنا جريع حدثنا أشعف عن الشعبي عن عمه قيس بن عبد قال جاء عرابي إلى عبد الله ابن مسعود وذكر الحديث إلى آخر الكلام وما به متأكد عن الحديث طيب إذن حتى لو قلنا إن حديث مجاهد لا يصحف قد توبع بسند آخر وأقل ما يطال عنه حسن لذلك شوفوا حدينا العزيز شوف حدينا أولا أحمد محمد شاكر حسنه في قال أستاذه صحيح في مستد أحمد ابن حنبل ومرة ثانية قال أستاذه صحيح طيب ابن حجر في المطالب العائلية في المطالب العائلية جزء التاسع حديث رقم الفين الفين وثلاثة وتسعين ماذا قال قال هذا أستاذه حسن قال المحقق جمال بن فرحان صالي بالصفحة خمس مئة وثمانية وسبعين يقول حديث الباب لا تططع لا تططع لا تططع يقول حديث الباب اسناده حسن حديث الباب اسناده حسن ثم يقول البويسري في اتحاف الخيام المهرة بزوائد المسانين العشرة يذكر الرواية ويذكرها بسندين ثم يقول في أخير تذكره هذا اسناد حسن الصيوطي في تاريخ الخلطاء يقول عن دا أحمد والبزار بسند حسن عن ابن مسعود إنه سؤل كلما يمكنه أمر هذا بالنجوم الخليفة طيب ابن حجر الهيفمي وبن حجر الهيفمي يقول عن ابن مسعود بسند حسن إنه سوء لكم بسند حسن عمر هذه الأمم الخليفة طيب المتبارك فوري في تحوة الاحوة دي يقول اما حديث بن مسعوذ واخراجه احمد والبزار بسند حسن. هؤلاء كلهم قالوا بسند حسن. كلهم قالوا بسند حسن. فيب انت منه عبدالقادر انت منه. تفضل. بس قلو انت منه. تفضل استاذ عبدالقادر. تفضل وارجوك انه تأجب. اتفضل انا مالا. اتفضل يا يا وعدلامي اعرض على جريدة حتى ما احد انتطاعا ان يذكر ما ذكره الان وعد. ما يذهم. انا اسعى الميتم المساوي واسعلك يا وعدلامي تقرعاني ترجمة مجالد. اولا. ليش? شو السبب? مجالد توبع. لحظة لحظة. سيدنا. سيدنا لحظة. طيب ليش نقرأ الترجمة? شو السبب? ستعرف ان شاء الله. وسيعرف المتابعو السبب. لا. المهمة هذا حقي. لان الحديث. لان اعرف اعرف. اعرف. بالحديث. واضح واضح. لحظة لحظة لحظة. قرأت هذا الحديث وضعفت هذا الحديث ومجالد متكلم فيه. ثم ماذا? بعد ذلك وين تريد توصل? اتفضل. هذا الكلام ثم ماذا? انا سأقول لك. لان المجالد مرتبط بحديث لها اما من بعد اتناع عشرك عند تنقب بني اسرائيل. خلص خلص هذا الحديث انت تقول الضعيف. خلص اسمع. ثم ماذا? يا يا رجل. يا رجل افهم. افهم قوة الشيعي. انا اقول لك مجالد تكلم فيه وبعض حسن حديثه ولذلك ابن حجر. بابا تسمعني. اتما تفهم. اتما تفهم في علم الحديث. هذا مو مو فنك. اسمع. انا قلت لك منذ البداية تكلم فيه البعض ووثقه البعض. زين. سألتك انا سألتك. هل الذي تكلم فيه يضعف حديثه هربت? قلت اذا توبع. قلت لك ما مو توبعا فرده. تقبل قفزت من الموضوع وهربت. لانك تعلم انني ساحصرك في رواة البخاري. ومع هذا يا عم الحديث ابن حجر حسنه. احمد شاكر حسنه وفلان حسنه. ولكن مونير المغربي ضعفه. الحديث ضعيف. انت هنا. ايش وجه النقض? تفضل. ماذا تريد انت نقض? نا او لغ. الان على الناس ترجمت مجالد انت او ميتم المساوين. لا تطهرر. ينا. طيب. شوفوا اخواني هذه حيلة العاجز. طبعا انا مجرد الان افتح الكمبيوتر استطيع ان اقرأ. لكن حيلة العاجز. لكن شوفوا الان سيقول له القول الاتي. ساقعه. ساقرأ له الترجمة. طيب. الفسوي يعقوب بن سفيان قال صدوق المرة ويكثر ويطلب مرة. اتفضل. هذا اول قول لالعالم ماذا تقول? نور الدين الهيتمي قال فيه خلاف ماذا تقول? تفضل. لا 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 لا. تاقرأ نور الدين الهيتمي ليس عدوا كتاب الرجال. هذا الراوي مجالد. هذا مجالد. حتى يكون فيه يا وعد اللامي. لا 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 تعلمني اسمع لا تعلمني. انا علمك في هذا الامر. انا علمك من هو الراوي وعلمك ماذا قالوا به مجالد بن سعيد أنا اللي أعلمك مون تتعلمني الآن ماذا تريد أن تنقض أصبر نقطة نقطة شوف أنا أعلمك الآن من هو الراوي وماذا قالوا عنه الآن أنا قرأت لك قرأت لك الآن إذا رأيت أريك طبعا أنا أستعين بالكمبيوتر الآن إنشيت في وقت آخر سيستخرج لك الكتاب الورقي ما عندي أي مشكلة لكن للسرعة الآن أسمع أستعيد الآن أنا أريد أن أمسح بك يا وقت لا من العرض على الآن حتى يكون الناس جاهلك المركب لا أنت ولا ميتم المساوي الآن سيعرف الجميع يعرف إيش يعرف يلا تفضل تتكلم تتكلم تجهلني يلا تكلم يلا قرأ على الناس ترجمة مجالد تفضل 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 اتقرأ لنا الترجمة أتفضل عنت أتفضل عنت أم تفضل ميتم المساوي الذي احتجب احمد اسمع احمد اي احتج بتصحيح علمائك اسمع احمد ابن شعيب النسائي قال اقوال مرة قال كوفي ضعيف ومرة قال ليس بالقوي ومرة قال ثقة احمد ابن صالح الجيلي قال جائز الحديث حسن الحديث ابن حجر قال ليس بالقوي وقد تغير في اخر عمره ضعيف الدار قطني ايضا قال هذا الكلام قال الدار قطني كوفي ليس بالقوي ثم قال مرة اخرى ليس بالثقة علي ابن المديني قال تكلم الناس فيه وهو ثقة ومرة قال وفي نفسي فيه شيء تفضل علي ابن المديني ايضا وثقة وماذا تقول من ايه تقرأ على هذا الكلام انا اقرأ هاي من الموسوعة اللي موجودة في تحقيق الروات لان الكتاب الان مو عندي على السرعة ترجمت رواة الكتب ستة حتى وعلمك يا لا 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 ما ما تعلمني تنكر اي قول من هذه الاقوال اصبر اصبر لا تقول تسكت ولا لا تسكت هل تنكر اي قول من هذه الاقوال تسكت ولا لا تسكت اسمع هل تنكر اي قول مما قلته الان حتى استخرجه للناس وافضحك امام الناس لان انا استخدمت السرعة لان طلبت مني ان اقرأ الترجمة ومع هذا يا أخوان شوف هذا الهروب يا أخوان ابن حجر مع أنه يعرف أكثر من منير قال بسند حسن والأخ السيد ميثم ذكر من صحح هؤلاء الحديث عشر صححوا الحديث عشر العلمائهم عشر لا ومع هذا يا أبا بلال الآن ماذا تريد تريد أن تقول أنت تريد أن تطعن فيه أنه أنا ما فهم في الحديث ولا تريد أن تطعن الحديث ولا تريد كما قلت نمسح بكم الأرض أنت إيش مشكلتك يعني الحديث ضعيف زين الحديث ضعيف ماذا بعد أنه الحديث ضعيف ثم بعدها ماذا تريد تفضل خلصت لا إله إلا الله مجالة رواد الكتب الستة رواد الكتب الستة يا وعد لامي يرجع إلى تراجمهم من كتاب تهديم الكمال أو تهديم التهديم من قال من قال من قال من قال لحظة لحظة من قال هذا الكلام من قال من قال هذا الكلام يرجع من قال هذا الكلام تسكت اسمع انت الان تقول يرجع فيهم الى الكتب الستة من قال هو قرآن هذا من الذي قال هذا القول يجب ان نرجع واذا لم نرجع معناهم لا نفهم من قالت فضل ايها الاخوة والاخوات من اهل السنة والزماعة على الله ومقامكم انا ساضطر العالم لاغرق اهرب 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 على الهروب انا اقول له ان كل رواد كتب الستة تراجمهم في تهديب التهديب وتهديب الكمال ويقول لمن قال انا اعلمه يتعلم والله شوف يا شيخ شيخ منير والله اتحداك الان اتحداك امام الناس ان تعرف الحديث الصحيح تمو تقول افهم امام الناس اتحداك والله ايش يا با مجالد اسمع 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 مجالد ضعيف ما تستطيع لا 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 والله تعرف الحديث الصحيح والحسن والضعيف والله يعرفه احفادي وليس ابنائي والله انت زين شوف انا اقسم اقسم بالله العظيم انك ما تعرف الحديث الصحيح امام الجميع كذبني الان دعنا نتبارى في هذا الامر يلا نتبارى في هذا الامر على المباشر ايه خلص الحديث الصحيح وافق ايه اتفاضع الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلا خلص الان اسمع نقضي انا عرفتوه اسمع الان اسمع نقضي هذا انا ذكر اسمع الان اسمع نقضي الان اخطأ علينا اسمع اسمع الان اسمع نقضي اسمع شوف يريد يهرب اخواني يريد يهرب لين يعرف شوف 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 اخواني يريد يهرب لان يعرف ماذا سانقض عليه عيب عيب شوي اسمد بالنقاش الان اسمعني متى وضعوا هذا القيد من غير شذوذ ولا علا تفضل تفضل لا تهرب لا معنا انا عشق لك اهرب حتى تتقرع علينا ترجمة مجال متى وضعوا متى سؤال متى وضعوا من غير شذوذ ولا علا وهل كانوا يعرفون الحديث بغير بغير هذه الزيادة لما وضعوا قواعد الجرح والتعديد متى 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 أنا مغمض شوف إخواني أنا مغمض متى متى يلا جاوب متى لما عرفوا متى متى في عهديمين في عهديمين في عهديمين أنا مغمض في عهديمين جاوب ولك جاوب جاوب يلا جاوب لا حتى تجيب على السؤال شوف هرب شوف إخواني هرب لماذا لأنه أنا الآن أعلمك الآن أشوف الآن دوري حتى تتعلم مني اسمع يلا جاوب جاوب متى متى وضعوا هذا القيد متى وضعوا هذا القيد متى وضعوه أنا أعتذر للإخوة من آهل السنة والجماعة على الله مقامهم لأن هذا الجاهل لن يلتزم إن شاء الله بالحوار دروع أعتذر روح أهرب أهرب طيب والله حق للشيعي أن يكبر والله العظيم هم يقولون نحن أهل هذا الفن والآن أنا دمخته لماذا لأنه لا يستطيع أن يجيب متى وضعوا هذا القيد لأنهم أخواني أتعلمون أن هؤلاء وضعوا هذا القيد لاحقا بعد أن ترمذي ما كان موجود حديث حسن وتصنيفات هم يعملوا شلون الويندوز يعملوا أوبديت للتعاريف مثل تعريف الصحابي فكان ما عندهم هذه التصنيفات لما جاء الترمذي هو الذي وضع لهم هذه التصنيفات بعد ذلك تطوره بن حجر وضعه بعد ذلك ابن الصلاح وضعه فأنتم الآن هو هذا لو يفهم يقرأ مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث وفي مقدمة شوفوا أنا والله أتكلم وأنا أغمض العينين لما ترجع إلى مقدمة ابن الصلاح تجد أنه تكلم عن دور الترمذي في هذه المسألة عندما صنف الحسن وما شاكل ذلك ووضعه سابقا ما كان يعرفون هذا الحديث بأنه من غير شذوذ ولا عل واضح ولذلك حتى في الكتب اختلفوا ما كان عندهم كتاب صحية هم لا يعلمون عندما كانوا يتدرج في كلام في علم الحديث كانوا يقولون أنه ما يوجد كتاب أصح كتاب على وجه الأرض غير الموطع لما جاء بعد ذلك قالوا هذا مشكلة لأنه كتاب البخاري ومسلم على اعتبار أن هذين الكتابين صحيحين عندنا فقالوا لا إذن هذا الكلام يحمل على أنه قبل أن يصنف البخاري هذا الأمر ويصنف مسلم هذا الأمر الآن وقعوا في ورطة أخرى في المصطلح في علم الحديث في التعاريف في الكتب بعد ذلك ماذا قالوا قالوا هذه ورطة إذن البخاري ومسلم صحيح هو هذا منير المغربي ضعف حديث ضعف حديث حديث شنو كان لا أشبع الله بطنه لماذا لأنه كان هناك فيه راوي أظن الراوي اسمه الراوي راوي في سند الحديث نسيت والله الآن اسم الراوي أبو الزهراء أو كذا نسيت أبو حمزة أبو حمزة أبو حمزة كما أذكر طبعا من ذاكرتي ذاكرتي عادي بي بعيدة المهم فبدأوا يضربون هذا الحديث اللي لا أشبع الله بطنه بهذا الراوي فضربوا صحيح مسلم ومنهم ابن عثيمين عندما قال في نفسي منه شيء والابن تيمية ضعف حديث في مسلم هذا مسلم جينا إلى البخاري سئلة الألباني اللي هو عالم العصر الآن حول أن البخاري هل هو صحيح من الجلد إلى الجد قال لا وضعف حديث من حديث الغرة أربعة أحاديث ضعفها الألباني موجود تسجيل أنشئتم أعرض لكم التسجيل في يوم آخر فأنت يا ابن الحلال يا أستاذ منير أنت تتبارى مع من أنت ما عندك شيء ثابت تستطيع أن تقف عليه تأتيني الآن بمجالد اتزين مجالد علي ابن المديني اللي هو يوصف متشدد وثقه شو نسوي الآن وواحد ضعفه شو نسوي ولذلك ابن حجر أعقل منك قال لك بابا هذا الحديث عنده طرق زين فالحديث الضعيف إذا كان فيه راون ضعف ماذا يصنع به حتى تتعلم ينجبر بكثرة الطرق لما ينجبر بكثرة الطرق ما يرقى إلى مستوى الحديث الصحيح بمعنى أخوان حديث ضعيف يأتي طريق يقوي يقويه ينجبر الحديث الضعيف وبالمناسب هاي هم تعلمها هذه أيضا تعلمها مو كل ضعف ليس كل ضعف ينجبر ليس كل ضعف ينجبر وحيث أن مجالد جبر حديثه فهذا يعني أنه ليس شديد الضعف فالحديث الآن يتقوى بطرق أخرى فلا يرتقى إلى مستوى الحديث الصحيح إنما يرتقي إلى مستوى الحديث الحسن ولذلك أنا عندما ركز على قول ابن حجر اللي هو جبل في الحفظ أمير المؤمنين في الحديث قال هذا الحديث حسن لماذا قال حسن لأنه مجالد قدح فيه ووثقه البعض هذه هي الطريقة اثنين بعد كل هذا بعد كل هذا إيش يريد منير المغربي الآن يا بالحديث ضعيف ثم ماذا لكن هو يريد على أساس أنه يفهم في هذا المصطلح وهذه دمغة درس لك حتى من رلاخ لا تتعالى على الشيعة أنت لا تستطيع أن تقوى أن تعرف الحديث الصحيح وتثبت عليه تفضل سيدنا حجين العزيز الآن أمام الجنية أضع هذا الرابط إذا تتكلم بدون أدب لا 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 شيخ منير بس لحظة لحظة شيخ منير شيخ منير لحظة لحظة سيد شيخ منير شيخ منير تريد تريد الآن أن تحاور وما يكون استعلاء على الطرف الآخر بكل أخوة وأدب وعلم مرحبا بك هذه الطريقة ما تنفع هذه تكلم ناس وتقطع من التسجيلات هنا بث مباشر يفضحوك عرفت علي أنت الآن مفضوح لأنه ما في تقطيع أنت لما تكلم الناس تقطع وتخدع الناس الآن ما في خديق ما قطع كلامك قطعت اتقطعت زي أن اقسم بالله العظيم أنك يوم أمس لم تقطع الحلقة قول والله والله لن أقطع والله لن أقطع شي عن كل شي ستسمعه إن شاء الله طيب قطعت 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 حلقة أمس أو لا اقسم بالله أنك لم تقل ستسمع الحلقة كاملة طيب أخواني سوف أكشف أصبر رح أكشفك أمام الناس اسمعوا يا أخوان سوف أسمعكم الآن لحظة أخوان شوفوا أخواني الآن أنا سوف أدخلكم على صفحته يقول أنا ما قطعت ما قطعت شوفوا هؤلاء المشايخ أخواني سوف أدخلكم على صفحته الآن حتى تكشفوا من الصادق الشيعي أم نحن لحظة مونير الآن سيكتشفون أنك تكذب أو لا أمام الناس على المباشر مونير شوفوا أخواني الآن سيكشفه لكم على المباشر شوفوا شون قطع والآن يقول أنا ما قطعت شوفوا أخواني لاحظوا أخواني اللهم صلي على محمد وآل محمد هذه هي الصفحة شوف ماذا فعل وضع جزء هنا وأنا أشغل لكم الجزء لحظة حتى هذه الدعاية الآن لحظة لحظة تخلص هذه الدعاية شوفوا أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم الله وبياكم أهل السنة والجماعة في كل مكان نظرا للتشويش الذي يحدثه ميثم المسوي وزميله الوعظ اللامي علي ولا يسمحان لي بالحديث فضلت أن أستخرج كلامهما الذي ذكروه بمفردهما في الحوار الفردي وعرض عليه بالتفصيل فقرة بفقرة حتى آتي على كل شبهاتهم تكون البداية إن شاء الله من هذه الفضيحة المدوية لميثم المسوي والتي لاحظوا هنا أخواني وضع فقط خمس دقائق حتى يلبس على الناس ماذا يقول يقول يضع خمس دقائق ويعلق ويضع خمس دقائق ويعلق والناس ما ترى الحلقة كاملة الناس إلا إذا جاءت إلى قناتي فماذا يفعل يتكلم بما يريد يضع شطر من كلام السيد ميثم الله يحفظه أو كلامي ويبدأ يعلق يوحي للناس إنه سوف يناقش كل الأمر كذب ضع الآن التسجيل كامل وبعد ذلك قطع ليش تضع المقاطع لأنك مهزوم تعلم أنك مهزوم هذا الواضح ولذلك أنت رجعت الآن كي ترقع وما تنجح والله لو تبقى منت حلقة ما تنجح لأنه هذا مقدار علمك تفضل سيدنا طيب حجينا خلي أعطي خلي أعطي هذه الهدية هذه الهدية هذه الهدية من موقع الدرر السنية في الأجوبة النجدية طيب أعفوا الدرر السنية لعلوه عبدالقادر السقافي برقم واحد وثلاثين يقول كنا جلوسا عن عبد الله بن سعود وهو يقرأنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله اسمع اسمع شيخ مونير سملك هذه الأمة من خليفة فقال عبدالله بن مسعود ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اثنى عشر كعدة نقباء بني اسرائيل الراوي عبدالله بن مسعود المحدث الألباني المصدر السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم واحد على سبعمائة وعشرين خلاصة حكم المحدث فيه مجالد بن سعيد قال بن حجر ليست بالقوي وقد تغير في آخر عمره وله شاهد بسندين أحدهما حسن وأنا ذكرت للشاهد ولكن هو ماذا فعل إخواني العزاء وضع طين في إذان ما يسمع ركز على رواية مجاهد فقط وقال تتفضل أنت تقول إذا توبع فالحديث حسن وأعطيناه متابعة وهنا موقع الضرر السلية يذكر المتابعة وذكر بأن سندها حسن يعني بالله عليكم بالله عليكم هل هؤلاء من يمنثلونكم ها هؤلاء هذا هو العالم هذا هذا العالم اللي يخاصين بيه راح يجيكم عبدالقادر منير راح يجيكم العالم النفرير عبدالقادر منير المسوي وعد الله فضل فضل هذا هو عالمكم هذا الذي فضل أيها العالم فضل أيها العالم يا منير المغربي أنا أعطيكم وعدلامي أعطيكم ست دقائق وأنا أتكلم دقيقتين تقبل تفضل أنت مكرم دقيقتي أنا دقيقتين إن شاء الله حينما أنت دقيقتين أخبرني وحطعتك أنت ثلاث دقائق وميتم المساوي ثلاث دقائق طيب من الذي سؤال الأول من الذي وضع هذا القيد من الذي وضع هذا القيد أنه من غير شذوذ أو عل متى أنا إن شاء الله لحظة لحظة إن شاء الله سأجيبك أولا لا 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 ما في الآن جاوب الآن جاوب الآن جاوب هذه لا لا حتى أفى من أتكلم مع رجل يفهم أو لا فضل لا تقلعني سيعرف الناس إن كنت تتكلم مع جبل من الجبل أم مع زعطط من الزعطة طيب بما أنه أنت جبل بما أنه جبل من الذي وضع هذا القيد من غير شذوذ ولا عل لا تقلعني دقيقة أتحداك أتحداك أمام الناس أتحداك أن تذكر من أتحداك أتحداك تسكت سأتكلم عن هذا الموضوع أتحداك تسكت عن هذا الموضوع سأتكلم أنا ميتاً وعد اللامي أراد أن يدخل في بحر لا يحسن السباحة فيه ويتكلم عن المصطلح مصطلح علم الحديث ويتكلم على حديث الحسن وهذا القسم من أدقي أنواع الحديث الذي هو الحسن متى ولد هذا المصطلح استراح الحسن أقصيد الحسن بعدما كان العلماء يقصمون الحديث إلى قسمين فقط وكان العلماء يقولون في مصنفاتهم أو في أجوبتهم عن مرتبة الحديث هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف لحظة الله أكبر كبر يا شيعة كلامي صحيح الآن تعلم الحمد لله رب العالمين هل رأيتم يا شيعة؟ هل رأيتم يا شيعة؟ هل رأيتم كيف دمغناه؟ هل رأيتم تعلم مني؟ شوف أخواني هذا ما كان يعرفه الآن تعلم مني الآن عندما قلت له أنه ما كانوا يعرفون الآن سوف يستمر شوف أنا أتكلم من حفظي سوف يستمر لأنه كان يقرأ يضرب على الكمبيوتر ويقرأ هوله المشايخ صدقون يقول أنا جبل جبله ما يعرف أبسط أبسط البديهيات في علم الحديث هذا فن ليس لك انظروا سأتيح له المجال وسوف يعيد كلامي لأنه تعلم مني تفضل تفضل تكلم لا والله لن أتكلم حتى تعترم أمام الجميع أنك قليل الأدب لأنك قاطعتني في دقيقتين لا تركتني حتى أدب شوف إذا كانت المقاطعة قلة أدب فماذا تسمي شتمك عندما تشتم وعندما تقول اسكت اسكت ماذا تسمي؟ ومع هذا نحترمك ومع هذا أنت مكرم يا أخي الكريم اسمع ها أنت ما تقبل أقول أخي يا أستاذ بلال يا أبو بلال الحوار يكون بهدوء وما يكون بتعالي أنا جبل وأنا ما أنت جبل إيش أنت جبل جبل ما لإيش الله يبارك بي بعدين يا أستاذ أبو بلال اسمع أنت الآن مسكت بأمر معين علمائك ما عندهم ضابطة واحد يصحي وواحد يضعف قلت لك ماذا تريد؟ هب أن الحديث ضعيف يا أبن الحلال يا أبو الحديث ضعيف شنو تريد أن تنقض تنقض على السيد ميثم كلامي واضح حتى نتقدم بالحوار أنت داخل هنا أسلوبك حقيقة أسلوب والله ما أعرف ماذا أسمي أنه أنا أمسح بكم الأرض ومعرف إيش وكذا هذا ما يليق بشيبتك والله نصيحة مني يا شيخ منير ما يليق بشيبتك أرجوك أرجوك أن نتأدب مع بعضنا البعض الآخر تفضل خذ كلامك ولكن لا تسيء عرفت لا تسيء لن تخرجني عن هدوئي وأدبي مع المتصلين بما فيهم أنت أيها المكرم أيها المحترم يا أيها الجبل شيخ مشايخ السلفية الوهابية تفضل وأرجوك أتوسل إليك أتوسل إليك أن تتأدب أتوسل إليك أرجوك فقط الأدب ما نريد العلم تفضل خلص تسكت دقيقة لي وست دقائق لكما أنت ثلاث دقائق وميت من المصنف له ثلاث دقائق فضل أنا سأتكلم دقيقته الآن بسم الله على بركاته أنا قلت لما يتعلق بميلاد المصطلح الحسن قلت كان الحديث أساساً في البلاي ينقسم إلى قسمين وكان العلماء يقولون في مصنفات محنما يخرجون الأحاديث مثلاً أو في أجوبتهم حينما يسألون عن حديث عن مرتبة حديث حديث ما يقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف لم يكنوا يعرفون شيئاً عن الحديث الحسن أو يعبرون بغير لفظ الصحة والضعف ولكن بما يؤدي معناهما نحو مثلاً قولهم مثلاً غير محفوظ أو محفوظ مثلاً نأخذ على سبيل المثال العقيلي العقيلي في حديث مثلاً الرؤية في ترجمة أزهر بن عبد الله قال حديثه غير محفوظ حديثه غير محفوظ ما كان لا حسن ولا ضعيف ولا صعيف والترميد أيضاً في جامعه عقب الحديث مثلاً من درعه القيء فلا قضع عليه هذا قال عنه الترميدي حسن غريب وقال محمد بن إسماعيل البخاري لا أراه محفوظاً هذا الترميدي قال حسن غريب وشيخه الإمام البخاري قال لا أراه محفوظاً ولا أمتلاعنا ذلك كثيراً لأن القسم من الحديث الحسن ثم بعد فترة من التطبيق ولد استعمال الحديث الحسن وبينما كان أول العمر متناثراً هنا وهناك في بعض المصنفات يعني يجري في تعبير بعض العلماء أمثال الإمام مالك مثلاً وعلي بن المديني والإمام البخاري إلا أن أي من هؤلاء وإن أرسله إرسالاً كان يقول حسن مرسل هكذا لكنه لم يحرر له استراحاً يعني أقصد الحديث الحسن لأن نرجع إلى مسألة الإمام الترميدي تعريف الإمام الترميدي ثم جعل الإمام الترميدي ترميد الإمام البخاري على الله مقامهما وعرف الحديث الحسن بوضوح في كتاب العلم من جامعه فقال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شازاً ولا يروى ويروى من وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن وبهذا يعتبر الآن الترميدي أول من حرر هذا المسترح وإن لم يكن أولاً استعمله ليس أولاً استعمله لكن أولاً من حرره وتقييده وتقييده التعريف بقوله في هذا الكتاب جعل بعض العلماء يفهم أن استلاحه هذا فاصل بكتابه الجامع فقال ابن سيد الناس إنه إخبار عن مصطلحه في هذا الكتاب فلو قال قائل في كتاب غير هذا عن حديث بأنه حسن وقال قائل ليس لنا أن نفسر الحسن هناك بما هو مفسر به هنا إلا بعد البيان لكان له ذلك وهو كما قال ابن سيد الناس ولذلك نسب الإمام التلميدي ذلك الاصطلاح إلى نفسه في قوله فهو عندنا حديث حسن وقوله أردنا به حسن استاذه عندنا كل حديث يروع ولم يجعله اصطلاحاً عاماً عند أهل الحديث كما يعبر في غير ما مناسبة وبهذا التعريف من الإمام التلميدي سواء أكان اصطلاحاً عاماً أم كان خاصاً به بل وبجامع اعتبر أول من عرف ووضع اصطلاحاً خاصاً بالحديث الحسن ولئن لم يكن له فضل الصبق في استعماله فهو السابق في تشديده ومن ثم يتبين أن الحديث الحسن عنده هو أولاً ما خل رواته من متهم بالكذب ثانياً ما روي من غير وجه ومعناه أن الوجه الأخرى يشترط فيه أيضاً أن لا يكون فيها متهم بالكذب ثالثاً أن لا يكون الحديث شازاً لأن التعدد ينافي التعدد غالباً ومما يلاحظ على هذا التعريف الآن ما دلست تفهمها أنت أو غيرك وأنا على يقين والله لن تفهمها أبداً لا 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 تسي لا تسي شوف أنت شوف الآن قلت الآن هل أقول لك اعتذر شوف أنا ساكت الآن أنت قلت دقيقة ولا دقيقتين الآن تكلمت أكثر من أربع خمس دقائق الآن وأنا ساكت لما الآن تأتي وتريد أن تسي لي أنت لا تفهم كذا لاحظ الآن أنا أتدخل لماذا لك ما تستطيع أن تتأدب أبداً صدقني شوف أخواني أنا كنت ساكت والآن تكلم شو 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 سوى عبد القادر منير ماذري منير عبد القادر الحديث ما سك له على الأنترنيت ولا ورقة وما سك له يقرأ وقد قال الترمذيو وقال والحديث الحسن وكذا ما سك له هي هي مداخلته يقرأ ورقة محفوظة حرام كاسيت بس بالنتيجة هو أعاد تعلم مني وكتب على الأنترنيت وتعلم مني الكلام اللي أنا كنت أقوله وأنا مغمض العينين الآن بالنتيجة نتيجة كلام الأخ منير شنو فهمتم فهمتم أنه ما كان عندهم حديث حسن وبالمناسبة إذا تريد علمك الحسن لذاته والحسن لغيره أيضا علمك ما معنى الحسن لذاته والحسن لغيره أيضا أدرسك إذا تريد الآن أو في وقت آخر وأيضا أغمض عيني وأدرسك فالآن بالنتيجة ما الذي انتفعتم انتفعتم أعاد كلامي وأن الترمذ هو الذي أول من فعل هذا الأمر وأنه ما كان عندهم حديث مجرد ضعيف وصحيح الله وكيلك محمد كفيلك يوميا يضعون شلون الموبايل يجيك أوبديت تحديث يوميا يسوون تحديث الله وكذا كل النقاش فبدأ على أساس أنه يفهم ماسك له ورقة على الأنترنت موقعه يقرأ منه هو هذا العالم الذي يمثلونكم هؤلاء الآن شيخ منير أنت ليش الآن تتناول شخصي أنك لا تفهم كذا قل كلامك ونتهى حتى تحترم يا رجل يا رجل الآن شنو تريد أن تقول بعد كل هذا طيب ما هو وجه ناقضك تفضل صلص لكن تقول دقيقة والآن أخذت خمس دقائق وما قاطعتك واحترمتك لدقيقتين ماش ماش لكن أنا احترمتك يا شيخ بلال شيخ منير أنا احترمتك وسكت إلى أن أنت قلت يا وعد سوف لن تفهم عند ذلك قاطعتك الله لن تفهم لا حول ولا قوة إلا من ليست إسعى والله الذي رفع السماع بلا عمد شوف شيخ بلال يا شيخ بلال أنت الآن أصحى على نفسك أعد التسجيل صدقني ستعيد التسجيل وسكت تكتشف أنك قلت ما قاله وعد اللامي بالضبط ما عندك شيء آخر أنت كررت كلامي الفرق بيني وبينك أنك أنت تقرأ من الكمبيوتر هو هذا علم السلفي أنا لماذا أستخدم كتب ورقية والله إخواني حتى أنا أجلس مو كومبيوتر الكمبيوتر بالستوديو يعني مرات أفتح الشاملة وأستخرج منها العلم ما حفظه في الصدور الشيخ الوحابي إذا ترفع عنه الكمبيوتر يروح اسم الشيخ يصير إنسان عادي وأنا كم كنت أتمنى أن يكون وجه لوجه وأناظره بدون كتب بدون كومبيوتر أتكلم معه بدون أي شيء وأنا والله مستعد الآن أظهر أنت صورة وصوت وأعصب عينيك أمام الجميع وأنا أعصب عيني وأنا أتناظر شو رأيك على المباشر أنا أغمض عيني بعصابة وأنت أطلع مباشرة صورة وصوت أغمض عينيك ونتناظر في علم المصطلح شو رأيك ما عندي أي مشكلة حجيني حجيني أبو مستقل فضل سيد حجيني أضاعوا وقت الحلقة بكلام به وكلام في علم التراجل والرجال فضل سيد وشوشوا على الحلقة ووضاعوا موضوع الحلقة هو هذا 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 أعطينا صححنا الحديث وعطينا مواقع وعطينا أقوال علماء ما يقارب عشرة من العلماء الذين يعتد بهم والذين لا يرقى أبو أبو بلال أن يكون تلميذ تلميذ تلاميذهم في علم الحديث أمثال كلهم أمثال مبارك فوري كل هؤلاء بأنهم حسنوا الحديث إلا مصحقوا حسنوا وآخر شيء أنا وضعت على العام رابط لموضع الدرر الصينية لعلى وعبد القادر السقاف خليتي على العام أخوة أين وضعته أخواني كرروا على العام هذا الرابط كرروا الرابط أخواني كرروا الرابط الله يبارك بكم هذا الرابط نزلت الآن أنا حجيني نزلت الآن جاي نزل به هذا الرابط جاي نزل به موقع الدرار تصحيح الحديث طيب قالوا ما يلي هذا النص راح أقرأ راح أقرأ يقول خلاصة حكم المحدث فيه مجالد بن سعيد قال ابن حجر ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره وله شاهد بسندين إحداهما حسن يعني رواية مجالد حسن ذكرناها حسن هو بن حجر وغيره وسند آخر أيضا حسن طيب وهو نفس عبد القادر نفس احترف بإنسان والتسجيل موجود قال رواية مجالد يأخذ به إذا كانت له متابعة طيب ولهم متابعتين ليست متابعة واحدة متابعتين سنتين يعني الآن هو أضاع وقت الحلقة بهذا إحنا نرجع الآن إلى ماذا بعد أن خاض وجال بالحديث الصحيح والحسن وبيعه وقت الحلقة إحنا نرجع الآن إلى صلب الموضوع إلى الآن لم يأتينا أحد من مشايخ السلفية واذكر لنا أسماء الخلفاء الثمانية اذكروا لنا أسماء الخلفاء الثانية وريحونا ريحونا يا وهابي ريحونا بكر تانيهم عمر تالتهم عثمان رابعهم علي طيب معاوية معاوية ملك في حديث سفين وما تستطيع أن تحداك أن تقول معاوية مو الخلفاء الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن سفين الصحابي مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية ملك الخلافة ثلاثون سنة وتمام الثلاثين خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام عندك فمعاوية يقول ثم تكون ملكا عضوضا معاوية ليس بخليفة بل هو ملك كما قال ابن خلدون وكما ذكر ابن تيمية وغيره طيب الآن أعطونا أسماء البقية اذكروا لنا أسماء البقية وعنده سؤال بسيط جدا حجينا عنده سؤال هل يوافقون ابن تيمية في هذه الفتوى ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول نفس الموضوع يقول وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم تصير ملكا يعني معاوية من بلوك ليس من الخلفاء الآن معاوية خرج يا أخوان من ينخرج خرج من الخلفاء الذين يعزوا الله به الإسلام معاوية خلافته البلك وليس عز الإسلام ثم يقول وقال أحمد من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أظل من شمار أهله الآن أريدك تثبت لي بأن معاوية كان يعترف بخلافة علي بن أبي طالب وإنه ضائعه وإلا معاوية بفتوى ابن تيمية أظل من شمار أهله يلا تفضل فضل 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 يا عبد القادر فضل يا أستاذ أبو بلال أبو بلال أبو بلال مات أبو بلال يمكن راح أبو بلال نزار موجود هرب أبو بلال مرة أخرى هرب مرة أخرى اتصل عليه حجي اتصل عليه خليه جاوبنا على هذا السؤال معاوية بايا علي بن أبي طالب وإلا هو أظل من شمار أهله خليه جاوبنا على هذا السؤال طيب طيب اتفضل أبو محمد انت جاوب أبو محمد أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام والله هذا يا عبد